وان يتقبله سبحانه وتعالى شخني برنامج مثلا عملي مقترح مثلا يعني يقرأ يختم يعتكب يعني برنامج يكون سهل والناس يتقبل اول شي السؤال عظيم السؤال عظيم هل نحن ندرك ومضعه ام لا السؤال الذي يطرح نفسه هل ام تدرك رمضان ام لا وان انا نعم الله سبحانه وتعالى علينا ان ندرك رمضان فان بقي لنا ان نستغر رمضان بحدافه لان غيرنا من اهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون انهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من رمضان فان ادركنا رمضان وانعم الله علينا ان ندرك رمضان فعجيب من وضع في قلبه ان لا يستغر رمضان اقول له عجيب عجيب الا تعلم ان اناسا يتحسرون من اهل القبور الآن يتحسرون في ليلة اضاعوها من ليالي العمر فما ذلك في ليالي رمضان ليالي عظيمة 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 ما يعرفها الا من فقدها ما يعرفها الا اهل القبور لو كتب الله جل جلال ان اهل القبور يخرجون يخرجون لقالوا لكل واحد مننا الآن لا تضيع ثانية من رمضان ليس يوما ولا يوما ولا ثلاثة ولا اربع ولا خمسة ثانية من رمضان لانهم عظموا هذا الشهر المبارك وقبل ان يعظموا هذا الشهر عظموا الله في قلوبهم اترك اثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك اترك اثرا في دنياك اترك اثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك